مساء الخير في الفيديو ده هنشوف ازاي نقدر نجمع المود بورد والانسبيريشن اللي احنا اشتغلنا عليها في الفيديو اللي فات واجبناها من المواقع اللي احنا دخلنا عليها ازاي نبتدي نرصها يعني مش هنتكلم عن رص السور جنب بعض على قد ما احنا هنتكلم عن ازاي نعمل بالانس اللي السور بتاعتنا واحنا شغالين وازاي نخليها في الاخر انها تكون مود بورد نقدر نعرضها على العميل ونبتدي نتناقش معاه في محتويات الابليكيشن هتكون عاملة ازاي توجهاتنا ناحية الابليكيشن هتكون عاملة ازاي شكل اللوج ان شكل المينيو هيكون عامل ازاي خليك معايا في الدرس اوكي بعد ما جمعنا اللمازج اللي هناخد منها المود بورد خلينا نبتدي نحطها في ال اكس دي على طول وزي ما قلنا عندنا طريقتين ان احنا نعمل بيهم امبورت للسور يا اما من الامبورت او ان انا بروح على طول على مجموعة السور بتاعتي واسحبها سحب على طول في ال اكس دي ممكن تسبب لك مشكلة انه ممكن تلاقي انه في بعض السور بره كلها فاذا مثلا عملنا على مجموعة السور دي هنلاقي انه في مجموعة السور دي مش مش موجودة فممكن بكل بساطة ان انا ابتدي احددهم كلهم كده وبالسهم مع اعتقد ان هما هيبتدوا يزهروا معي بالطريقة دي اوكي فخليني اجمع كل الكلام دوت وابتدي مثلا اصغره بالشكل ده ويخليني ارجع اسحابه عند الارت بورد ستاني ومثلا ابتدي اجمع كل حاجة مع بعض او كل حاجة ليها علاقة بالتانية مع بعض طبعا في يعني خليني اقول انه في حاجات هتكون لي انا انا اللي هبتدي اشتغل عليها يعني الكلينت مش هيشوفها في المود بورد وفي حاجات لا هي انا هبتدي اعرضها على العمل فخليني ابتدي اجمع بس المجموعة السور دي كده جنب بعض بشكل سريع وهارجع لجوتي دلوقتي خلييني نقول ان دي المود بورد اللي انا قدرت اوصل لها ومجموعة الصور الخاصة بالديركشن اللي انا ماشي فيه التوجه اللي انا ماشي فيه سواء من ناحية الشكل من ناحية شكل الصفحات من ناحية مجموعة الالوان طيب بالشكل ده اكيد احنا مش هنبعت المود بورد للعميل بالشكل ده لانه مش هيبقى فاهم ايه اللي بيحصل وكمان فيه حاجات يعني ممكن يكون ملهاش علاقة لا اللون ده مش عجبني لا اللي مش عارف ايه فالحاجات اللي زي كده ممكن انت تخليها لنفسك على جبه لكن نبتدي نجهز المود بورد اللي المفروض انه العميل هيشوفها فخليني اقول ان انا هبتدي ارسم مود بورد هبتدي ارسم بورد جديدة بالشكل ده سواء هبتدي ارسمها او مسلا هاخدها على طول ديسكتوب وخليني مسلا اصحابها تكون تحت هنا شوية واقول انه هسمي دي المود بورد بالشكل ده هبتدي ارسم فيها مربعات بحيث انه ارتب فيها الصور اللي انا عايز استخدمها في المود بورد فبرضه بشكل سريع ارسم المربعات دي وارجع لكه تاني دي مجموعة المربعات اللي انا هبتدي احط فيها المود بورد اللي العميل هيشوفها او اللي انا عايز العميل اللي يشوفها ممكن اخلي الكيوب الكبير لاكبر صورة وابتدي حسب اهمية الصور او حسب شكل الصور فالطريقة اللي انا بحبها شخصيا انه بشوف الفايندر سواء في الويندوز او في الماك وابتدي ان انا اسحب الصورة اللي انا عايزها سحب على طول في المربعات ده مسلا الصورة اللي ممكن تكون خاصة بالشكل ده وخلينا نشوف تاني ايه الصورة اللي ممكن نستخدمها كصورة كبيرة خلينا نقول مسلا اللي ديها تكون هنا اوكي ودي مسلا تكون هنا وخلينا نقول ان دي مسلا هتكون هنا ويعني اه موضوع الماسكينج والسكيلينج بتاع الصور هنجيله في اه وقت تاني اه خلينا دي مقررة بلاش اوكي وهارجع هنا تاني واقول له مسلا دي اوكي ممكن ابتدي اشتغل عليها هنا وكمان ممكن اه خلي المربع دي يكون كده ودي تكون كده علشان اجيب مسلا دي هنا باقي الشكل ده ومسلا ممكن اجيب دي هنا وكمان اكشلي اممكن احط دي هنا وممكن احط دي هنا اه وكمان ممكن احط دي بدل دي وكمان ممكن استخدم انه واحدة خلينا نقول مثلا البروفايل بيخليها ليه خلينا نقول صفحة اوكي لحد كده يعني فيه بالانس كمان حتى بين الصور وبين الالوان اللي موجودة في الصور وهي ابتدي دلوقت اشتغل على الالوان خلينا نقول مثلا انه مجموعة الالوان اللي انا عايز استخدمها او بفكر ان انا استخدمها في الابليكيشن تكون مثلا درجات الالوان يعني بفور شور هو هيكون عنده درجات الالوان هو عايز يستخدمها حسب البراند او ايدنتيتي بتاعته لكن اوكي ان احنا زي ما بيقولون نجو كريزي شوية ونبتدي نختار مجموعة الالوان ممكن احنا نقترحها على العميل مستوحية كمان من البراند بتاعه واللون ده وخلينا مثلا ناخد كمان درجة اللون دي ونبتدي بقى نحط الرماضي الالوان الرماضية اوكي واذا حابين ان احنا نستخدم لون مثلا مساعد مع الازرق وكمان لون منور شوية مسلا يكون الاحمر من هنا تايم ولون تالت يكون مسلا الورانج من هنا اوكي وهتكون دي المود بورد اللي المفروض احنا هنعرضها على العميل ونبتدي نتكلم معاه في انه كل الاشكال دي او كل مجموعة السور دي هي اللي احنا هنقدر ان احنا نستخدمها في الشغل بالشكل ده ده بخصوص المود بورد اللي المفروض العميل هيبتدي يشوفها وتتناقش معاه فيها خلينا نروح للفيديو اللي جايي